اهلا ومرحبا بكم عزان مشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديدة برنامج 10 سكايب حديث عراقي مرة اخرى تعود ممثلة الامين العام للممتحدة جيني البلاس خارد للحديث عن الانتخابات ومحاولة تلضيل العراقي كلما اقتربت هذه الانتخابات يسمونه مبكرة وكل الانتخابات التي جرت منذ عام 2005 لحد الان كلما علت الاصوات النشاز كلما سمعنا اصوات النشاز تكذب وتدعي وتدعو الى المشاركة بالانتخابات بطريقة فضة ومعيبة جدا ومنهم جيني البلاس خارد قبل فترة كنا نتحدث عنها واليوم ايضا نتحدث عنها جيني البلاس خارد هو مثلة الامين العام للممتحدة في العراق ورئيسة يونامي في العراق تقول قالت يعني كثير من الحديث طويل لكن نقاط معينة ممكن التركيز عليها قالت يعني نحن ندعم تقصد الامم المتحدة والمجتمع الدولي وهي ممثلة المجتمع الدولي وممثلة الامم المتحدة ندعم انتخابات عراقية ذات مصداقية على نطاق واسع من البداية قررت بمحظ ارادتها يعني منها اليها بان هذه الانتخابات عراقية وذات مصداقية على نطاق واسع من اين جاءكي هذا يعني هذا الاعتقاد وهذا الجزب بان هذه الانتخابات عراقية وانها ذات مصداقية على نطاق واسع وهي تعلم والكل يعلمون ان كل هذه الاحزاب مملوكة وهي تعمل وتشتغل عند قوى ودول خارجية واول في ايران كل هذه قوى العملية السياسية والاحزاب المشاركة في الانتخابات والتي شاركت نفسها من عام 2005 لحد الان هي قوى يعني تنفذ اجندات خارجية وبالذات الاجندة الايرانية وهي تعلم هذا والامم المتحدة تعلم وكل العالم يعلم وامريكا التي احتلت العراق تعلم لانها شريك الاساس وهي من جعل ايران تتغول وتتحكم بكل موارد العراق وبالكورتوها تقول هناك تدابير اجرائية لعدم تزيير انتخابات البطاقة الالكترونية اي تدابير واجراءات في بلد منذ ثمتع السنة هو واحد من اكثر البلدان فسادة في العالم وهو الان الان من بين الدول العشرين الاكثر فسادة في العالم بشهادة منظمة الشفافية العالمية وهي تعرف بلزخارك ويعرف العالم كل صندوق النقد الدولي وتعرف كل دول العالم وكل المؤسسات الاقتصادية والمالية والإدارية تعرف ان العراق من اكثر الدول فسادة فيه الرشا فيه الفساد فيه الخراب فيه اموال منهوبة فيه كارثة كبيرة فيه فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية وفضة في كل مكان وانتشار للسلاح وانفلات أمني وكل شيء هي تعرف ذلك فكيف تقول أن هناك إجراءات لعدم تزوير الانتخابات والفطاقة الإلكترونية من أين جاء هذا الاعتمام؟ وتقول أيضا أن انتخابات التشرين ستكون مختلفة كيف ستكون مختلفة؟ لتقول لنا كيف سبق وانتحدثت أن هذه الانتخابات كانت تسأل وتجيب عندما قدمت خلاصتها لمجلس الأمين قالت أن تسألونني أن هذه الانتخابات عراقية نعم أقول لكم عراقية تختلف عن غيرها نعم تختلف كيف وتحدثنا على هذا الموضوع كيف ستختلف وهي نفس القوى نفس البيئة نفس المصيبة نفس الكارثة نفس الخراب نفس الانفلات نفس الريع نفس التشتت العراق دولة فاشلة هم يسمونها دولة هشة طبعا تجميلة دولة فاشلة بكل المقايس وهذه ليس بشهادتنا لكن بشهادت منظمات والدول يعني من ضمنهم منظمات داخل الأمم المتحدة تقول بأن صندوق النقد الدولي وغيره ودول وزارات مالية كل الدول تقول أن العراق دولة فاشلة فاشلة اقتصاديا إداريا سياسيا ألميا لا جامعات ولا مدارس كل مدارسة وكل تعليم خارج قوائم التقييم العالمية كيف يعني تكون انتخابات تشرين مختلفة القوى التي نادت بسقاط العملية السياسية ما زالت تنادي بسقاط العملية السياسية هل تعتقدين أن القوى هذه التي خرجت في تشرين وقتل منها ألف شاب وجرح أكثر من 32 ألف وخططيف وقتل وعذبة المئات والآلاف منهم الآن هم يوافقون على هذه الحكومة ويوافقون على هذه القوى ويوافقون على العملية السياسية التي أدت إلى خراب العراق وإلى دمارها منذ ثم طح السنة وهم الذين نادوا نريد وطن ووقفوا ضد العملية السياسية وأحزافها قالت لا نسمح لا يسمح بدخول الهواتف النقالة مراكز التصويت هي مشكلتنا بالهواتف النقالة دخلت إلى مراكز التصويت أو لم تدخل هذه كارثة عن ماذا تتحدث قالت أيضا سنواصل دعم المرأة المشاركة في الانتخابات هل تعلم بالسخارد؟ وهي تعلم بالسخارد تعلم جيدا أنه أكثر من يعني كل عشر نساء في العراق هناك أربع نساء لا يقرأنا ولا يكتبنا الآن الأمية متفشية بين النساء أكثر من من كل طبقات المشاركة من الرجال وغيرهم كل عشر نساء أربع منهم لا يقرأوا ولا يكتبوا نسبة تزداد ربما تصل إلى النصف وأكثر من النصف تعلم بذلك فكيف يعني تشجعين المرأة؟ هل الانتخابات هذه للنخب؟ أي نخب؟ نخب العملية السياسية ونخب أحزابها ونخب ميليشياتها وقواها الفاسدة؟ تقول تعيين لغات هذا اللي كان ناقصنا فعلا يعني انتبهت إلى تعيين موظف موظف لغة الإشارة لمساعدة المعاقين في الانتخابات نحن كانت مشكلتنا أن المعاقين كانوا أصواتهم تذهب يعني مدقيقة فإحنا جبنا الآن موظف يعني يتكلم لغة الإشارة لذلك الانتخابات نزيها ومضبوطة لأنه بس هذه كانت يعني شوية يعني مشوية للانتخابات هذه الكذبة وين؟ تعود وتقول أنه العراق بحاجة إلى أصلاحات عميقة كيف تتحدثين هذا؟ كيف تتحدثين هذا؟ إذا كان العراق بحاجة إلى أصلاحات عميقة فهو بلد فاشي فهو بلد خرب فهو بلد بحاجة إلى الكثير من الأشياء فهل تصلح الانتخابات فيه ايج بلد؟ هل تصلح الانتخابات في بلد؟ أحزابه بنيت على أسس طائفية والميليشيات تجوب الشوارع وهي مسيطرة على كل شيء والسلاح منفلت والقتل والعصابات والنهب والسرقة والقانون غير موجود والعشائر كيف تتصرف والكل يتصرفوا كيف ولا قانونة إلا قانون السلاح وقانون الأحزاب والميليشيات مقاطعة الانتخابات غير صحيحة طيب إذا كانت مقاطعة الانتخابات غير صحيحة سنأتي معك ما هو الصحيح؟ هل يذهبون الانتخابات لكي يعطوا شرعية شرعية لهذه الأحزاب ولهذه العملية السياسية؟ ما هذه الكارثة؟ الذهاب إلى هذه الانتخابات أعطى شرعية لهؤلاء مقاطعة الانتخابات هو الحق هذا الذي بيدهم قاطعوها في 2018 وقلتم أنه 82% قاطعوها وقلتم أنه لا نسبة المشاركة 42% والأمم المتحدة تعرف ولم تخرج لا بالإسخارة ولا غيرها وقالوا يقولون هذه كذبة كذبوا ماكوش مشاركة الآن الشعب يريد يقاطعها الشعب غير مؤمن لا بالعملية السياسية ولا بالقوة ولا بالذين يشتركوا من الانتخابات فكيف تريدونهم أن يذهبوا إلى الانتخابات تدعوهم إلى الانتخابات أي انتخابات في ظروف من الفوضى والخراب والفساد وبلد فاسد بلد من أكثر بلدان العالم فسادة نتريد انتخابات نزيهة به تريد المؤسسات تكون نزيهة وعين كذب هاي والله لدينا أكثر من 130 خبير موجود في العراق المراقبة ومساعدة في الانتخابات ماذا يعني 130 خبير مو 130 مو 130 ألف جيبي مليون و300 ألف خبير وماذا سيفيدون بلد كل مصائب كل خراب كل فساد كل رشا كل السلاح الذي يحكم كيف تريدين أن تجري فيه انتخابات يعني مشكلة كبيرة هي تعلم أن العراق من أكثر بلدان فسادة فقط أقول لها أن الكهرباء بشهادة وزير المالية يقول أنه صرفنا على الكهرباء 120 مليار دولار خلال سبع سنوات الكهرباء غائبة هذه تكفي فقط لكي تدل على حجم الكارثة اللي بالعراق واللي تدعو بالسخار الذهاب الانتخابات لأنها تستختلف وأنها عراقية هذه الكذبة ولا تقاطع الانتخابات لا تقاطع الانتخابات لأن فيها شرعية للفاصلين والخراب نفس الوجوه وفيها تدوير لهذه النفايات التي جئتم بها والتي تدعمونها وتريدون العراق أن يغرق في بحر من الظلمات هذه الليلة الكارثة لحد الآن لم تقدموا من قتل المتظاهرين لم يضبط القانون لم يضبط الميليشيات لم يسحب السلاح لم يقضى على الفاسدين فكيف تجري الانتخابات وكل هذه الشرعة تكون توضعيها الانتخابات فاشلة من الآن والذهاب إليها مغامرة سيئة ضد إرادة العراقيين وضد حياتهم أشكركم أترككم بخير ولتقيكم في حلقتنا أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة